اشتركوا في القناة وقضية تعيينه من طرف الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في الثلث الرئاسي لمجلس الأمة معتبراً إياها دليلاً قوياً على الثقة التي يحظى بها عند رئيس الجمهورية أن أشكر مرة أخرى فخامت رئيس الجمهورية على تجديد ثقته فينا من خلال تعييننا أو تمثيله في مجلس الأمة كممثل في الثلث الرئاسي أننا من خلال مهام الجديدة ازددنا عزماً وازددنا إرادة وازددنا قوة مستقبل تاج ظاهر سنلمس مع بعض ثمار ونتائج ذلك من خلال الاستحقاقات القادمة لكن ما رسو السياسة بإخلاق أولاد العيل أو أولاد فاميليا ما رسو السياسة بالألفاظ البغيظة أو بالألفاظ العقيمة هل شاهدتم مننا يوماً على أننا شتمنا طرفاً أسأنا إلى طرف جرحنا في طرف وبعداً عن أساور الحزب اتهم غول أطرافاً لم يسميها بالعمل على تشويهه من خلال تقديم تقارير مغلوطة عن حصيلته خلال فترة قيادته لعدة وزارات مؤكداً بأنه مستعد لتقديم حصيلة 17 سنة من الاستوزار في الأيام المقبلة للرد عن أعدائه أعدكم جميعاً أنني سوف أقدم للأمة والوطن حصيلة كل عملي 17 سنة في الجهاز التنفيذي حصيلة وجدة سأغتنم السانحة برأس مرفوع فترة معينة البعض في إطار صراعات سياسوية ممكن أراد البعض أن يعرق المسيرتنا أو أن يشويه بعض من حصيلتنا خرجة غول الأخيرة أتت كصافرة إنذار لجميع الأحزاب السياسية فتاج قدم رسمياً خارطة طريقه لتشريعيات 2017 والاستحقاقات التي تليها خاصة وأن المصطلح الذي طغى على خطب غول الأخير كان تسلق الهرم السياسي بقوة وهو الذي ظل يؤكد بأن خروج تهاج من الحكومة سيزيده قوة وإرادة